أحنا بالكحال يزول المرض ممكن كل المطاهرات طبيق مقبولة بعد كدة كمان إن إحنا يبقى بقى حاجة تانية لا تمارس أي علاقة مع الآخرين مش مثل كدة بقى حتى مع الحيوانات ولا تلعب مع الحيوان اللي عندك في البيت ولا قطة ولا كلب إحنا قولنا بقى بيجي من الحيوانات نريدين بقى ننقله إيه دكتور انتألت مميجيش من الحيوانات لأ إحنا ممكن ننقله إحنا ننقله للحيوانات. يعني يعيني الحيوانات اللي خافوا مننا. احنا ممكن احنا باقينا نقله. اه اه. وهو جاي اصلا منهم. بس احنا الخوف اي بقى لو احنا دلوقتي قلتلك في حالة نقل في كلب. الكلب اصيب من صاحب البيت. طب الخوف ببعد كده لو الكلب ده هرب. وراح مع كلبة تانية في الشارع. ونشرون الكلاب بقى كل ربا فيها كلاب. وبعدين بقى اصبحت فيها يعني ناحية. الخوف هو هو دي حتى لديه خيالية. بس مش عايزين مشاكل. لا مش عايزين مشاكل ايه. يبقى اللي عنده جدر القروض في اي مكان في العالم باي لغة. ما تلعبش مع الحيوانات اللي هي فاللي عندك في البيت. بعد عنهم. واحد. اتنين. ما تحتكش بيه الاخرين. تلاتة. ان انت برضو يفضل العزل التام. التعزل التام اللي احنا خايفين احسن. اتنين للحيوانات. ويتحور تاني. سألتيني السؤال دلوقتي. هو حياة المتحورات. مش عارفين. بس معرضش بعد عشر 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 سنة. لو دخل الحيوانات تاني. وارجع لنا تالت. المستقبل بتاعه غير معلوم. الله اعلم. اكيد. طب. يعني دكتور هو احنا سمعنا ان هو ممكن اعراضه تقعد اربع اربع اسابية. وممكن تختفي بقى بعد كده. يعني يتم العلاج منه تلقائيا. هل ده بيحصل فعلا؟ انا قلتلك فيه هنقسم العراض تلات حاجات. فيه ناس مش حاجيلها اعراض. خلاص. فيه ناس حاجيلها طفح بس. الطفح ازاي جاي. حاجيلها كده صلبة. وبعدين يبقى فيها سائل. وبعدين يبقى فيها بطور. وبعدين قشر. ده تاخد لها مسلا عشر ايام. ودي حتيجي بعد الارتفاع على درجة الحرارة بيومين تلاتة اربعة. خلاص. وفيه ناس حاجيلها في الاول قبل ده. اللي هو اللي هو قلنا الصداع وارتفاع على درجة الحرارة واللعياء ونقصر. وله حيلخبط مقطوع الكورونا. حيلخبطهم فعلا. وانفلوانزة. حيلخبطهم. بس حيبان بعد كده المجرى حيحصل ازاي. فبقول له دي نفسك ساعدة. وبعدين فحيجيب عنده كمان التكسير وحاجيله راشح. ممكن يجيب له سعال. يعني لقبط شوية. لازم يتعزل. دي الاعراض. بس المميز في الاعراض الالتهاب للعقد اللينفاوية. الغدل اللينفاوية. دي مميزة جدا. يتيجي ممكن تيجي فين بقى. ممكن تيجي في رقبة بس. ممكن تيجي في الابطين بس. ممكن تيجي في او في كل جسم كله. او في مناطق دي الارابية. يبقى ممكن في يعني في كزا حتة ممكن ادور انا الاقي في عنده انتهابات في الغدد. يبقى لازم برده. دي مميزة. يبقى افكر في الحاجة زي كده. بشكل عام المرض بسيط. قابل للشفاء. قابل لي اذا انا في مضاعفات ندرة. ما يستحق يستضعر. بس في عكثير الناس وغثير الاعلام مضربين ضربة من الكورونا فالناس خايفة. الناس حايفة احسن يقول لك اه 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 اه. فالناس خايفة. وفي في بعض الدول مش احنا. بعض الدول فقدوا الثقة. في الاعلام فقدوا الثقة مع حكومتها. في دول كبيموت في المدينة الواحدة بالتلاتين الف. ففي فقدت الثقة. لكن احنا الحمد لله سخصنا في مصر. اه دخلنا ست مجولات كورونا. كورونا. وانتصرنا. واصبقا عندنا خبرات. حتى عند الشعب. حتى عند الاعلام. حتى عند رباء. تعاملنا مع جائحة شديدة زي الكورونا بكفاءة وبنجاح. فاصبحنا يعني جاهزين. ان شاء الله ما يحصلش حاجة. بس احنا جاهزين لأي تطورات. حيب دكتور احنا دلوقتي رجعين خلاص موسم المدارس والدراسة وحريطك طيب. خلاص فدلوقتي طبعا الامهات برضو مع بداية بقى الدراسة طبعا بيبقى فيه اولاد كتير عندهم برد علشان اتخالط بينهم وبين بعض. ازاي اقدر ارفع المناعة بتاع الطفلي. بعيدين عن اي مرض بقى. بص اول حاجة اول حاجة صحيح ان فيه متين فيروس بعملوا نزلات البرد. مش واحد. نزلات البرد بس لازم اعرف ما حاجين ازاي او حاجين الابن ازاي. والمشكلة ان الاطفال بيعتروا صفراء بيجيب نازل البرد ودخلها البيت. اه. يبقى الخطورة بقى ان هو يروح يسلم على جده وجدته. اه. والناس اللي يقعد في بيته وعنده فشل كروي وعنده. الناس الكبيرة. واللي منعيتها قريدي قليل. واحنا ولنا متين نوع من فيروسات البرد. اه. اربعين في المية منهم قريبين للكورونا. كورونا فيروسات كورونا. اربع انواع يربعون للكورونا. بشكل عام لازم اعرف الحاجات دي حاجين ازاي. اكتر حاجة عند دخلنا زيارات البرد في البيوت الايدي الملوثة. اقبل الحال اغسل ايدي. نغسل ايدي. نغسل ايدي. نغسل ايدي. اغسل صح وطعم وطهارة. طب ما عنديش مية. ما فيه صابون. ما فيهش. كحول. كحول. وكحول. ولازم اغسل الصوابع كلها. والناس كلها بتغسل كده. وانا شايلة مقروبات. يبقى نظف دي. ونظف ده. ونظف اليد بشكل عام من هنا. ومن هنا. ويا رد بطل بقى حكاية الغويش والساعات والخواتم بطلت دي. خلاص. سيبوها بقى. لان تحت الغويش اكيد. وتحت الخاتم اكيد. وتحت الضافر الطويل اكيد. في فيروسات. وانا قلت لك ميتين. يبقى لو سمحتوا بطلوا. انا ببص كده. اللي لسه لابس خاتم حتى لو الماز وحاجات بطلوا بقى خلوه بعد الكورونا. يبقى خلقوا الحاجات دي. لو سمحتم. عشان في مقروبات هنا. عشان هتعمل سندويتش هتدي لابنك. هتسلمها لحد تاني. هتسلمها على تيتا على حمايتك. هتديها مقروبات. يبقى ليه. خلت صوابعك دايما ما فيهاش حاجة. برافو عليك. واحد. اتنين. ان احنا قلنا الاسطح. يبقى احنا عندنا روتين. قبل ما تهد على المكتب بتاعك. قبل ما تهد حتى في عربيتك. دايما انسح السطح الذي تهد تلمسه بيديك. اي حاجة. تمسح. تمسح. معرفش مين. ايد الباب حتى. ايد الباب. ودايما قبل ما المس الانف والفم والعين. التلات بوابات. اللي بيدخلوا هذه الفيروسات الى جسدي. لما انتم ونظيفة او اعقامها. يبقى انا عايزة اهرش في عيني. انا عندي في محاضراتي بحط صور لجميع الوسائل العالم. الدول الكبرى. كلهم هو بيتكلم بيعمل كده. بيلعب من اخيره وفوق. خلاص. يبقى حتى الناس الكبار هيلمس ثلاث فتحات. غصب عنه. يبقى قبل ما المس دول لازم تكون ايدي معقمة. صح. لابد لانت يخسلها او. ولازم اعلم ده لبنتي او امي. اكيد. انا عمل اهود ده. اكيد. اعمل اهود ده. اه. وبعد كد اياك تستخدم ادوات الاخرين. ما تاخدتي. وانا بقعته ويقولك اخد المنديل ده. مش عايزه. تدليش المنديل بتاعك. ولا الفوطة بتاعتك في المطعم. انا مش عايد. او اعتقد حاجة من حد. شخصية. ولا فوطة ولا منديل. ده مهم جدا. لان ممكن ده يكون فيه ميكروبات وتعمل لي مشاكل. عملنا الحاجات. عقمنا الاسطح. وغسلنا ايدينا. و ايدينا هتغسل ايدي يحبيلي من ده وخمسين مرض. خط عليهم الكورونا وجير الكورونا. اتين واتين وخمسين. وبعدنا عن بعض. وبعدنا عن بعض. واكلنا صح. ومنعنا الاكتراب من الناس. ومالبعناش الادوية الغلط. اللي هو المضد الحية. ومضد حيو عمل على بطال ده. ده مضد حيو معناها الانتي بكتيريا. الانتي بكتيريا عن ضد البكتيريا. بتاقدوا ليه اصلا. احنا متتكلم على الفيروسات. بتاقدوا مضد حيو ليه. ما هي الناس بتتوتر. بتسخن. بتتعب شوية بالنسبة لها الواحدة تباب نعتك كويس. ودي مشكلة كبيرة. وحتمام كويس. وتمام بالليل. ومتتوترش. وما تاخدش الحاجات الساعة. دلوقتي يجابوا لي مياه انا وانا قلتوا عايزه هشرف. جابوا لي مياه. قلتوا لي مياه سخنة. بس اتجاوا برا حرفها بيبصوا بحرفك. شكرا. مش حاكد حاجة ساعة. مش حاكد حاجة من التلاجة. مش حاكد ايس كريم. وحاكد مياه عادية خالص. حتى الايس كريم والحاجات دي كلها مدرة. ليه. ليه. اصلاح هستقعلي المنطقة دي. هستقعلي امفي. فهتخل المنطقة دي. بنعتها الميكينيكية هتقل. خلايا المناعة هتهرب جوه. هتهرب. الشعرات دموية هتنكمش. فلو جميل مكروب. هيبرتع ويقعدوا يعمل لي مشكلة. يتبايعك ان تشرب ماء بارد. او حاجة مسلجة. او ايس كريم. واسمع كلامي. هتلاقي نفسك صح. حاجة دون. ولا جالهم كورونا. ولا جالهم برد. ولا بجالهم في الوانزة. عشرات السنين. كثيرين جدا. قال لك انا بنطبع الحاجات دي. بنحط الزنجبيل بتاعنا في اللاك مش البودرة. القطع ايوة. وبنشرح بحاجات سخنة في عز الصيف. وبنعمل حاجات دي. وبنعمل حاجات دي. وبنعمل عن بعض. يقول لك لا. في ناس كتير حامة تقول لي. بخليش اي حد من مرطات اولاد السوباني يقرب مني. او يبوسوني. ولا بوسلو حفيد ولا بوسلو. لا لا خلاص حفز عادة حاجة حاجة. يبها كده. بطلوا الحاجات اللي كانت بيجيب العدوى كفاية الناس اللي مادت في الكورونا. من الحاجات دي. ايه المقص بعد كده? ان احنا ناكل صح. ناكل صح. حسن الحظ. الاكل بتاعنا بيرفع المناعة. ازاي بقى ناكل صح. ما ده شيء مهم جدا. الاكل اللي مابوت في الصدليات طبيعية. مطروع عند الخضر والفاكهان اللي عباية البيت برة. خد الحاجة اللي عامده طازة الصبح. الحاجة اللي جاية مشي البيتة. مشي البيتة. مشي البيتة. يعني عامل سنويتات الصبح للمدرسة كلها حاجة الطازة وحاجات لسه جايبها. البوكس تعال لانش بوكس تعالنا ولد ده بيروح مدرسة. انا ولدي كان بيروح زي مهم صغرين كان بيروحوا الصبح. البتاع ده ما يجوه في فلفل احمر. فلفل اخضر. فلفل اصفر. خياراية موزة حاجات طبيعية كده هو بيضاء حاجات طبيعية جميلة جدا خدوا سندوشاتكم بيوتكم ما تديش مصروف لبنك كفاية 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 المصروف اللي بيعملو بي ليه ما تديش مصروف لبنك أصدقوا هيروح ياخد بيه حاجة ساعة باب المدرس باب المدرس هجيب ايه؟ هجيب بايس كريم؟ هزف لوس